السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم مهبي مسلسل خزيت من عمري واطيتك الحلقة 4 تبدأ احداث الحلقة بعد مرور سنين اولاد سهيلة بيكبروا ودلال بنت سهيلة بتفتح صالون ازياء حبيب دلال بيجي للصالون وبيبارك لدلال عادل بيرجع البيت ويقول لامه تخطب له دلال وبتوافق يعقوب يطلب من سهيلة يطلعوا يقضوا يوم بالشالي ام يعقوب وبيعقوب بيرجعوا من العمراء وبيروح يعقوب ابن يوسف لعند اهلهم شان يباركو لهم بالعمراء السلطاني بيطلع من السجن وبيقعد ببيت ابو محسين ابو محسين بيساعدوا بساعد السلطاني لاقي شغل يعقوب وسهيلة بيرجعوا من الشالي وبيكون وبيجي اتصال وفجأة يعقوب بيسرع كثير بالسيارة وبيعملوا حادث وبيموتوا سلطان بيروح على العزة وبيشوف اولاده وبيوعدوا انه راح يعودوا عن كل الايام السيئة ام عادل بعد موت يعقوب وسهيلة بتروح تطلب دلال من جدتها ام يعقوب لعادل ابنها ام يعقوب بتحكيله انه دلال محفيدته وبتهكيلها قصة سهيلة وكيف دخلت عليها وتنصدم ام عادل ام يعقوب بتقول روح اطلبيها من ابوها الى هنا وصلنا الى نهاية الفيديو اذا اعجبك الفيديو اشترك معنا في القناة وفعج زر الجرس لكي يصلك كل جديد ولا ندعكم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته